فأظن الشعب عامل اللي عليه عامل اللي عليه طبعا فيه حاجات كتير تستحق قد نحن ننتبه وننبه ونتشارك مع مجتمعنا فإنه فيه سلبيات كتير في الواقع عند الاتنين عند الطرفين عند الحكومة وعند المجتمع لكن أساسها بقى إنه فيش طرف عظيم ورائع وفلة وما بيغلطش أبدا طول الوقت وفيه طرف ابن لازينة أي حاجة تحصل طب غلطته قلوه الشعب المعادلة دي ما ظنيش إنها معادلة ناجح وما ظنيش إنها معادلة تبقي على هذا النجاح اللي جرى وأنا رأيي إنه فيه نجاح ده يعني فيه نجاح حصل على الأرض فيه بنا بيحصل على الأرض وفيه إنجازات بالفعل ومشروعات بتحصل على الأرض طبس هو السؤالي هنا وإحنا بنبني البلد لابد إن إحنا ننتبه لابن البلد لإنه لابناء الحقيقة يعني ليه دولة في غيبة بناء مواطنها يعني إيه بناء مواطنها أصلا يا جماعة نظرية الحكومة شأن كل الحكومات والحقيقة ده مفهوم مش يعني متجاوز يعني فيه مفهوم اشتراكي ومفهوم شمولي ومفهوم رأسمالي إيه نظرية الحكومات والحكومة بتاعتنا إيه نظريتها؟ نظريتها إنها تسعى لحياة كريمة للمواطن المصري ممتاز حتى تعبير حياة كريمة وكرامة والحاجات دي دي تعبيرات حتى أو مصطلحات أطلقت على برامج خاصة في وزارة الشئون أو وزارة التضامن الاجتماعي على يعني مناصرة الفقراء ودعم الفقراء والمحتاجين ومعدوم الدخل في مصر فنقول إنه تكافل وكرامة ومفهوم الحياة الكريمة ده كل كلام محترم حياة كريمة إذن هذه الحكومة شأن كل حكومة الحقيقة بتستهدف فيش حكومة بتطلع تقول أبدا أنا مستهدفها حياة سودة الشعبية يعني ما فيش هاد يقول كده كله بيبقى هدفها إن يبقى في حياة كريمة والحكومات بتسعى بقى تسعى أحيان بإخلاص نصف إخلاص وكل من الجهد والبعض ممكن بإخلاص كامل وبنصف مجهود يعني كل حكومة وشطرتها وقدرتها ومدى يعني إمكانياتها وحدود إمكانياتها لكن لما بتتكلم الحكومة دي وكل الحكومات عم فهوم الحياة الكريمة إيه تعريف حياة كريمة للمواطن إيه تعريف هذه الحكومة والحكومات عموما بل عايز أوصل لأكتر من كده وأنا بحاول النهاردة إحنا نتناقش بس يعني علشان ننور طريقنا يعني الهدف واضح جدا إحنا ننور طريقنا علشان مرة أخرى ندعم النجاح الذي جرى ونسد الأخطاء الموجودة ونرمم المشاكل لصالح مزيد من النجاحات والصالح حياة كريمة بالمفهوم اللي أنا بقولك محترين ينقشوا هل المفهوم الحكومي اللي هو ببعده اليساري الاشتراكي الشمولي وحتى الرأسمالي هو المفهوم الحقيقي للحياة الكريمة بمعنى الحكومة شايفة أن الحياة الكريمة أن أنا أوفر لحضرتك أو لحضرتك شقة ووفر لك صرف صحي وشبكة مية ووفر لك طرق جيدة ووفر لك علاج وده كل ده مفهوم الحياة الكريمة وهي أمور أساسية بالفعل ولا أظن أن الحياة تقوم بدونها أو بغيرها أو باستغناء عنها لكن هل هي دي الحياة الكريمة؟ السؤال هل الحياة الكريمة هي الحصول على أساسيات العيش؟ ليه دي نقطة مهمة جدا يا جماعة نقطة بالغة الأهمية لو إحنا الأفق بتاعنا الدولة بتاعنا إحنا المفروض إحنا يعني في أي دولة في العالم متقدمة أو دولة بتحاول أن تتقدم فهي مجموع إرادة الشعب والحكومة مع بعض مش الحكومة الوحدة ولا الشعب الوحد والحكومة لازم تفهم أنها آداء من أدوات الشعب وخادمة للشعب مش وصية على الشعب مش ولي أمر الشعب مش هاللي عارفة مصلحة الشعب مش أم الشعب هي لا هي أداء ووسيلة من وسائل الشعب للتقدم ولإدارة حياته فلما أقول مفهوم الحياة الكريمة هي توفير الحد الأدنى أو الحد يعني المعقول من الحياة الكريمة رغم أنه ده هدف أساسي ورئيسي ومطلوب ولا يمكن أي حكومة من حكومات الدنيا تقولي دي مش مهمتها أو مش من مهامها الرئيسية إلى أني مجزي الحياة الكريمة بمعنى أو اللي حرج بمعنى تعال أذكرك وأذكر نفسي بمثل يعني موجود بين أيدينا يعني عن نادي كان تقريبا نادي رياضي في مصر واجتماعي كبير شهير وكان تقريبا يعني بني أساسي محطمة تقريبا أنا عوض في هذا النادي ودخلته منذ سنوات أنا عوض فيه من 2004 أنا عوض في أنديا يعني عوض في الأهلي وفي الزمالك وفي الصيد فممكن تختاروا أنتوا بقى أنا نادي اللي أنا بتكلم عنه ف وكانت بنية أساسية تقريبا يعني ضائعة هائمة ثم جات إدارة أو رئيس نادي بمجلس إدارة وعملوا إنشاءات ومنشاءات ومشروعات في النادي الحقيقة رائعة لا ينكرها أي حد حتى الخصوم والأعداء والكارهين والمتعصبين وكل حاجة النادي أصبح منشأة على الصعيد الرياضي الاجتماعي منشأة مدهشة أحسن نادي في مصر تقريبا دلوقتي في الفئة بتاعته يعني لكن هل ده وفر حياة كريمة لأعضاء النادي هل ده وفر قيمة لإسم النادي هل ده وفر استقرار للنادي ده سؤال بقوله علشان يبقى ريب مننا بس علشان يبقى ريب مننا الفكرة فكرة إيه فكرة إن إحنا طول الوقت نفكر في المبنى ولا في المعنى لا مش مفروض نفكر في كل واحدة منهما على حدة هلازم نفكر في الاثنين المبنى والمعنى ولا يمكن للمبنى أن يصنع معناه يعني لما يتقال لك أصله الحمامات كانت شكلها إزاي والحمامات دلوقتي أنت بتخش في حمامات محترمة آدمية هل ده يعني إنه يتنازل عضو النادي عن مثلا إرات وحريته مقابل الحمامات كويسة يعني مثلا إنه كانوا يشوفوه في الكاميرات فينزل الموظف يقول لعضو النادي اللي لابش شرط انت لابش شرط وقعد هنا ليه رئيس النادي بيقول ما فيش حاجة اسمها شرط في نادي شرط يعني برضو حاجة عجائبية غرائبية شوية فيه مونجز حصل أهو وبقولك قصاده هل المونجز ده يوفر المعنى فاحنا بنبني البلد لازم بنبني المواطن معاها لازم نبني احنا بنستعيد الدولة لازم نستعيد المواطن الشخصية المصرية معاها ما ينفعش المبنى الوحد والمبنى لن يخلق معناه والحياة الكريمة ليست الشقة والمواصلات والصرف الصحي والطرق بس لا يمكن لا يمكن ولا يصح ان نتصور هذا التصور أبدا